السلام عليكم. اليوم نروح للملعب براقي حيث انه للايام هذه الكلام راح يعني الاغلبية تعالى المتثبعين تعالى القناة يعني نلاحظ انه في اهتمام كبير بهذا الملاعب. اذا نخصص فيديوهات كثيرة عن ملاعب. وهي في الحقيقة مشاريع مهمة بالنسبة للبلاد ككل. فاليوم الملعب بتاع بالراقي كان فيه تجربة تعهبه طائرة هليكوبتر على المهبط انتعالى اللي تم انشاؤه بالقرب من الملعب اذا اه وفيه يعني على حسب ما لاحظنا انه فيه تحضير اللي تتشين هذا الملعب بمنسبة الذكرى اول نوفمبر المجيدة. يعني غدا او بعد غدا. اذا اه هذا من جانب. الجانب الاخر هو الآن عندنا بعض الصور الجميلة التي اخذت اه يعني في التلت ايام هذه اللي ماضت. يعني في نهاية يعني بداية الاسبوع هذا. و اه كذلك اه بالمناسبة اتكلم على واحدة النقطة مهمة جدا وهي قضية النقل التلفزيوني والبث اه عبر القنوات الرياضية عبر العالم. كما نعلم المقابلة قد يشاهدوها ثلاثين اربعين خمسين الف متفرج تقدر تكون حتى ثمانين الف متفرج. لكن اه فيه اه اربعين مليون جزائري قادرين يشوفوها عبر البث تلفازي. وكذلك فيه مئات الملايين انتع المشاهدين عبر العالم اذا كانت فيه مقابلة مهمة قد تنقل من طرف اه قنوات رياضية اه كبينسبور وقناة الكأس وقناوات اخرى بينسبور بالفرنسية وبالانجليزية وبالطليانية بكل لغات العالم فيه نقل بث انتع المقابلة هذه الى اه اذا ملايين قد تصل الى المليار الاسامة. اذا قضية النقل وقضية البث وقضية التصوير مهمة جدا. وهي قاضية تحت التسويق هي اللي تمد يعني قضية الفدير يعني قضية النقل انتع المقابلة هي اللي تسوق المقابلة وتسوق البطولة الى كان فيها بطولة وتسوق الصورة انتع البلد هذه. اذا البث والتصوير والنقل مهم جدا اه اه بالنسبة في الرياضة بصفة عامة. وهذا الشيء اللي ما زال ما فهموهش المسؤولين انتع القنوات اللي راه يعني تقوم ببث المقابلة في الجزائر ما زال ما فهموهش. وهذه الناس اللي والفناهم ينقلوا المقابلة انتع البطولة الوطنية او المقابلة اللي تصلها في الجزائر. يعني نقل رادي الى ابعد الحدود. يصور لك في الكرعين. يديك الكاميرا فالرض يصور في الكرعين. وبمرات يصور اه يصور في الحمام. والمقابلة راه يتمشي. ويعني اخطاء لا تعد ولا تحصى. انا نقول لهم هذ الناس هذ المسؤولين انتع القناة هذي. اللي يراهم عندهم المونوبول. احتيكار. انتع نقل المقابلة الكرعين القادم خاصة في الجزائر. نقول لهم يعني يعاود ولا يقول. يعاودوا ديروا رسكالة. يعاودوا ديروا ميزاجور. يعاودوا يتفورماطا ولا يروحوا يروحوا دارهم. ليه ما يعرفش الخدمة. وما يخدمش الخدمة هذي. وما يحبش الخدمة هذي. انتع البث وتعالي الجورناليزم والبث ولازم يعرف القوانين انتع كرعين القادم. بش يعرف وش من مثلا قضية يعني اللورجو. كي تكون هدف ونورجو. لازم تعرف وكتاش تحسب لورجو هذا. هل في انطلاق الكرات القادم ولا عندما يتسلمها للمسجلة على الهدف. لازم تعرف القوانين تا كورة القادم باش تقدر دير لي ريبتيشون اوبا ماما. اذن اه لازم هذو هذو الجورناليز هذو الاعلاميين تا كورة القادم. لازم يعرفوا القانون تا كورة القادم جيدا. ويعرفوا تاش يصوروا تاش ديروا ريبتيشون. الشي هذا اللي لاحظناه ناقص كثير في الجزائر. وانا اسألهم هل يعني الفرق انت على نشر انت على المقابلات انت على البث وتع التصوير هل هذه الفرق هذو الاعلاميين راحوا للملاعب وطالبوا باش تكون عندهم مواقع باش يحطوا الكاميرا باش يصوروا يعطي 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 تصوير جيد. هل طالبوا باش تكون عندهم وسائل لتنقل يعني حافيلات البث حالفيلات الرقمية هل طالبوا بهذه الوسائل هل داروا ايه يعني الامر يعني الامر هو بسيط بالنسبة للدول اخرى لكن كونبليكي بزاف بالنسبة الاعلاميين توعنا. وشفنا يعني شفنا النقل تع المقابلة في الجزائر كي تكون المقابلة تتلعب في الجزائر تعرفها من بين خمسين مقابلة تعرفها من اللي تتلعب في الجزائر. تشوفها تتلعب في بلدان اخرى كلها عندهم كان دي نورم. يعني في بلانجانت كاين بلا كاميرا عندها يبان كبير. ماشي? يشو يتصور من تحتها. يعني كي تشوف المقابلة بدون ما تخل في يعني في التفاصيل. تشوفها تعرفها باللي هذه المقابلة النقل ديلها رحمة جزائر. والله اغلالشي مؤسف. وانا نعاود نقول للناس هادو يا تخدموا خدمة بروفيشونال. وبوسائق بروفيشونال يا تخوية تروحوا تروحوا. هذا هو سي سامبل سي سامبل. اذا احنا ماذا بنا. ملاعب كما هذه. كما ملعب. هذا ملعب الراقي. والله هي تحفة عالمية. ما يخصها حتدفه. الملعب هذا التعب الراقي ما فيه حتدفه. حتى من ناحية الكولور. التصميم. يعني كلش. يعني احسن ما يرام. سيتام بيجو. يعني ام بيجو. هل سوف رجال يكونوا فيها رجال اللي يعرفوا القيمة على السطاد هذا؟. من ناحية الصيانة. والنقل تع المقابلة. لازم النقل تع المقابلات. بما انني اتكلم عن النقل تع المقابلات. لازم. لازم. هذو الاخر يديرو. احنا بكري كنا في ليقول ما نعرفوش كوبيي. ما تعرفش كوبيي. ما تجبتش من راسك. ما تجبتش من راسك. كوبيي. شوف كيف ما داروا الدول واحدة اخرى. خاصة الدول اللي سبقتنا في في البث. في عملية البث والاكوبرتور للماتش. وش دارو باش. يعني خلاص. تبع وش دارو والاخرين. كان دي نورم. حتى في قاضية النقل. والبث. إلا حبينا احنا لشامبيونة ديالا. نبيعوه. او زور الشام. لازم لازم تكون عندنا او نورم. والله ايراني نغلي كنت تفكر ليماتش اللي كنت كرح تكرهت ليماتش. انت عدت زير غير على اجل لا. هذيك الطريقة تعال النقل التحهم. ويتحجوا بالنقص تعالواسائل لا يا اخي. ما عندك شنقصت على الوسائل. دوك يا ان ان سنبه لديك يا ان كاميرا نميريك في البرتابل. دوتي نميريك. درمال ما لترانسميشن سي اش دي. ان اش دي. دي ترانسميشن بل فرما فرما ترواكار وفرما جنسي بانا كده ماتيريال تعم تقيوس. الماتيريال الانالوجيك. الماتيريال الانالوجيك سي اجوتي. دوك كليشن اميريك. استغفر الله. اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.